مرحبا وكيفكم إن شاء الله تكونوا بخير أنا وردة محمد واليوم بدي علمك كيف تحكي حقيبة للعيد جميلة ويبدو كأنك اشتريتيها ولست أنت من حكتيها سنحتاج إلى خيط المنصف وأنا استخدمت لعمل الحقيبة خيط Lampkin Cream من شركة icians.com وتركت لكم رابط الخيط إن أردتم شراءه في صندوق الوصفي وأيضا ستحتاجين إلى سنارة وأنا استخدمت في هذا الخيط سنارة مقاس رقم 8 أيضا ستحتاجين إلى سلاسل معدنية كهذه ليدل الحقيبة وأيضا ستحتاجين إلى حلقات معدنية لوصل هذه السلاسل المعدنية في الحقيبة ستحتاجين إلى زرادية أو كما يسميها البعض بانسة لتوسيع هذه الحلقات وتركيب السلاسل المعدنية بالحقيبة ستحتاجين إما للأسحاب أو إما لزر لإغلاق الحقيبة وبالطبع قماش لبطانة للحقيبة وكما ترين أمامك هذا النوع من الصوف صعب أن نشرح لك طريقة حياكة الغرز عليه لأنها لن تظهر أمام الكاميرا بوضوح لذلك سأستخدم لشرح الباترون خيط صوف عادي حتى تتضح عليك الغرز كما ترين أمامك هذا هو باترون الحقيبة وهو بسيط جدا بسبب أن الحقيبة شكلها جميل بسبب خامة خيطها وليس من الغرز إذن في البداية ستحيكين 11 غرزة سلسلة ورقم 11 هي للارتفاع وسنحيك أول غرزة حشو على ثاني غرزة سلسلة من طرف السنارة وسنكمل حياكة الحشو على كل غرزة سلسلة غرزة حشو واحدة حتى أصل إلى آخر غرزة وسأحيك عليها خمسة غرز حشو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بهذه الطريقة ثم تستمرين على كل غرزة سلسلة غرزة حشو واحدة حتى تصلين إلى آخر غرزة أو أول غرزة ابتدأت بها وستحيكين عليها أربعة غرزة حشو لأنك في البداية حكتي واحدة هنا إذن ستكملين هذه اثنتان ثلاثة أربعة خمسة إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا واحدة أصلها عندنا خمسة إذن في البداية وكالعادة سأعمل العقدة بهذه الطريقة ثم سأحيك 11 غرزة سلسلة واحد اثنان ثلاثة ثم 11 بعد ذلك في ثاني غرزة سلسلة سأدخل السنارة وأحيق غرزة حشو على الغرزة التليها أيضا غرزة حشو وهكذا على جميع الغرز نحيك على كل واحدة منهم غرزة حشو سأكمل حتى أصل إلى آخر غرزة وأعود إليكم وصلت إلى آخر غرزة سأحيك عليها خمسة غرزة حشو إذن هذه واحدة اثنتان في نفس الغرزة ثلاثة أربعة ثم خمسة بهذه الطريقة بعد ذلك أكمل على الغرزة التالية من أسفل غرز السلاسل غرزة الحشو بهذه الطريقة والآن وصلت إلى أول غرزة ابتدأت بها وتتذكروا أنني حكت بها غرزة حشو واحدة إذن سأحيك الآن أربعة غرزة حشو لتصبح خمسة إذن هذه اثنتان ثلاثة أربعة وقد حكت سابقا الخامسة والآن سأدخل السنارة في أول غرزة حشو وسأحيك غرزة منزلقة بهذه الطريقة أنتهيت من الدور الأول في الدور الثاني كما ترين أمامك وهو الذي في اللون الأخضر في البداية سأرتفع بغرزة سلسلة واحدة ثم بعد ذلك على الرقم واحد هذه سأتزايد وأحيك غرزتان حشو ثم سأكمل حياكة غرزة حشو واحدة على كل غرزة حتى أصل إلى هذه الخمسة غرزة الحشو في نفس الغرزة كانت في سلسلة واحدة سأحيك على كل واحدة منهم تزايد بغرزتان حشو ثم سأكمل حياكة غرزة حشو واحدة على كل غرزة هكذا حتى أصل أيضا إلى هذه الخمسة غرز حشو التي كانت في سلسلة واحدة سأحيك بهم تزايد بغرزتان حشو هنا تذكرون حكنا في البداية أو سنحيك في البداية تزايد سيبقى لدينا أن نحيك أربعة تزايد واحد اثنان ثلاثة اربعة في البداية سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأحيك على أول غرزة تزايد بغرزتان حشو هذه واحدة وهذه اثنتان ثم على التي تليها واحدة وهكذا حتى أصل إلى الخمسة غرز حشو في الطرف الآخر من الدور والآن وصلت إلى الخمسة غرز حشو هذه واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة سأتزاد وسأحيك في كل واحدة منهم غرزتان حشو إذن هذه هنا اثنتان في التي تليها أيضا اثنتان في التي تليها أيضا اثنتان وفي التي تليها وأيضا في التي تليها سأحيك اثنتان هكذا ثم بعد ذلك سأكمل حياكة غرزة حشو واحدة على كل غرزة والآن وصلت إلى هذه الغرز الأربعة هنا الخامسة تزايدنا بها في البداية بقي لدينا أربعة سأتزايد بهم الأولى سأحيك بها اثنتان ثم الثانية كذلك سأحيك بها اثنتان والثالثة واخير الرابعة بهذه الطريقة والآن سأدخل السنارة في أول غرزة حشو لا تفرق إن انحكتم غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة ارتفعتم بها أو في أول غرزة حشو لكن بالنسبة لي أفضل في الأول غرزة حشو سيبدو الدور مرتب أكثر سأحيك غرزة منزلقة في أول غرزة حشو استدأت بها بهذه الطريقة انهيت الدور الثاني في الدور الثالث كما ترين أمامك سترتفعين بغرزة سلسلة ثم ستحيكين غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من هذا الدور فقط غرزة حشو واحدة ثم تنهين الدور بغرزة منزلقة إذان سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأبدأ بحياكة غرز الحشو واحدة على كل غرزة حشو من الدور السابق والآن بعد أن انهيت الدور بقي لغرزة واحدة ثم سأحيق غرزة منزلقة في أول غرزة حشو ابتدأت بها بهذه الطريقة انهيت الدور الثالث كما ترين أمامك هذه القطعة صغيرة جدا وليست بحجم الحقيبة التي حكتها في الحقيبة التي حكتها استهدمت نفس عدد هذه الغرز لكن الفرق أن هذا الخيط ليس بسماكة الخيط الذي استخدمته في الحقيبة الخيط الذي استخدمته في الحقيبة خيط سميق جدا الخيط المونس هذا خيط سميق جدا أما هذا الخيط فهو خيط رفيع لذلك بدأت أصغر إذن لا تقلقي استهدمي نفس عدد هذه الغرز لكن بخيط سميق إذن والآن في الدور الرابع من هنا كما ترون أمامكم وضعت سهمان هنا وهنا وفقط غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من الدور السابق أي أنني أريد أن أشير لكم أننا سنكمل بنفس طريقة هذا الدور الذي باللون الزهري الدور الثالث نكمل بنفس الطريقة دون أي تزايد دون أي غرزة أخرى فقط غرزة حشو واحدة على كل غرزة حشو من الأدوار السابقة حتى تصلين إلى طول الحقيبة الذي ترغبينه أن يكون سأرتفع بغرزة سلسلة ثم سأبدأ بحياكة غرزة الحشو واحدة على كل غرزة حشو والآن في النهاية سأغلق بغرزة منزلقة في أول غرزة ابتدأت بها هذا الدور نظروا معي جيدا بدأت تتشكل بهذه الطريقة هي أننا لن نعد نتزايد في أصبحت تصعد بهذه الطريقة إذن والآن الدور التالي أيضا نرتفع بغرزة السلسلة ونستمر بحياكة غرزة الحشو إذن سأكمل وأحيك عدة أدوار حتى يصبح حجمها مناسبا بالنسبة لي ثم سأعود إليكم والآن كما ترون أمامكم حكتم مجموعة من الأدوار طبعا كنموذج فقط لأوضح لكم طريقة حياكة الحقيبة سأرتفع بغرزة السلسلة ثم سأسحب الخيط بعد ذلك سأتي من الداخل من هنا أدخل السنار هنا مكان ما انتهيت ثم سأسحب الخيط للداخل وضعه في الداخل طبعا هذا بالنسبة للخيط الموننس سنفعل ذلك والآن سأعلمكم كيف سنركب يد الحقيبة بعد ذلك سأتي إلى الحلقة التي تمسك هذه السلسلة المادنية وسأدخل بها سأكبر لكم هكذا سأخذ بها حلقة تستطيع النفس الحجم والحجم أكبر يعود إليكم ثم بعد ذلك سأدخل هذه الحلقة ثم سأأتي بهذه وسأولقها بهذه الطريقة هكذا هكذا شكلت يد للحقيبة الآن سأأتي بالحقيبة ثم من على الزوايا هنا وهنا سأأتي في الأولى وسأدخلها هذه مثل الميدالية كما ترون هذه مثل الميدالية سأدخلها بهذه الطريقة في الغرزة وتستطيعون أن خياطتها كخياطة يعني دون يدخلها بهذه الطريقة هذا الأمر يعود إليكم هكذا ثم بالطرف الآخر بنفس الطريقة هكذا وضعتم يدا للحقيبة بعد ذلك علينا أن نحيك البطانة كما ترون أمامكم هذا نموذج مصغر للبطانة فقط لأشرح لكم كيف سنخيط البطانة انظروا معي هذا على هذه الحقيبة وكما ترون أنني تركت مسافة هنا لأنني أريد أن أثنيها بهذه الطريقة ثم هكذا حتى يظهر عملنا مرتب أكثر طبعا الآن سأخيط على الماكينة أو حتى يدويا تستطيعون أن تخيطونها هنا وهنا وأيضا هذه كما شرحت لكم هكذا سأثنيها وأيضا سأخيطها إذن كما ترون معي جيدا هنا في البداية سأطوي هذه هكذا ثم هكذا بعد ذلك سأضعها على الماكينة طبعا أستخدم اللون الأسود لأريكم أي الأماكن التي يجب أن تخيطون عليها لكن أنتم بالطبع عليكم أن تخيطوا بنفس لون القماش كما ترون أمامكم هكذا والآن سنكرر الطرف الآخر هكذا ثم بعد ذلك سأطوي الخطعة هكذا كما ترون أمامكم على بعضها البعض ثم سأخيط هذا الطرف والآن سأخيط الطرف المقابل طبعا هكذا انتهيت من خياطتها والآن علي أن أحبك الأطرف حتى لا تنتسل إذن سأغير القدم الخاص بالماكينة حبكناها طبعا كما قلت لكم تستخدمون نفس لون القماش لكن هنا فقط للتوضيح والآن سأحبك الطرف الآخر والآن كما ترون أمامكم انتهينا من خياطة البطانة سنأتي بالزر أو السحابي نراته أن تخيطوه عليها فلا بس لكما أفضل أن أضع زر سأخيط الزر في وسطها بهذه الطريقة سأرى أين وسطها بهذه الطريقة سأعلم بعد ذلك سأخيطهم هنا في الإبرة والخيط بالإبرة والخيط والآن ننظروا بعد أن حكنا بهذه الطريقة الزر حسنا سنأتي بالحقيبة وندخل بداخلها البطانة بهذه الطريقة هكذا سنضعها بداخلها بهذه الطريقة ثم بعد ذلك سنبدأ بخياطتها سأدخل الإبرة من الداخل من هنا بهذه الطريقة حتى يكون الخيط في الداخل ثم بعد ذلك سأبدأ بشبكة الخيط من هنا طبعا هذا سيكون بنفس لوني هذا الخيط لذلك لا بأس لكن هنا فقط للتوضيح بهذه الطريقة نشبكها مع الصوف بهذه الطريقة نظروا نظروا نظر من هنا وتكون مشتبكة لذلك نكمل 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 خياطة باقي البطانة هنا فقط لأن هذا نموذج للتوضيح لكن ما ترون أمامكم هنا في الحقيبة نظروا نظروا معي جيدا البطانة سوداء والخيط أسود وأيضا الخيط المستخدم هنا أسود لذلك لن تظهر فروقات نفس الطريقة التي سلحت لكم خياطة البطانة خيطها هنا بهذه الطريقة هنا بطانة سوداء ووضعت الزر طبعا هذا الزر مقاس أكبر لأن الحقيبة أكبر هنا وهذه الحلقات انظروا معي التي وصلتها وضعت حلقتان صغيرتان مع الحلقة الكبيرة ثم هذه الحلقة التي متصل بها هذه السلاسل المعدنية بتمنى تكون الحقيبة كانت تنفيذها سهل وممتع بالنسبة إلك تستطيعين أن تستخدميها أيضا في العيد أو في مناسبات معينة وأيضا يمكنك أن تهديها لصديقتك المقربة أو حتى لأختك أو أيضا لأمك في صباحية العيد شكرا كثير لمتابعتك لهذا الفيديو بشوفكم إن شاء الله يوم السبت مع فيديو جديد لطريقة حياكة الرقم 6 ثلاثي الأبعاد ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر